قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم سيباسيان دوصابر يدافع عن وليد ريغراقي الكاف تفاجئ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد تأهل المنتخب المغربي لدور التومون في كأس إفريقيا منحة مالية كبيرة لأصود الأطلس بعد التأهل إلى تومون نهائي كان 2023 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار دوصابر يدافع عن وليد ريغراقي كشف مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية سيباسيان دوصابر عن موقفه من الأحداث التي رافقت نهاية المواجهة بين المنتخبين المغربي والكونغولية يوم الأحدى الماضي في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من نهائية كأس أمم إفريقيا وذلك بعد خلاف بين مدرب المنتخب المغربي وليد ريغراقي وقائد منتخب الكونغو شانسين بيمبا وفي ردي عن سؤال بخصوص ما حصل من أحداث في نهاية اللقاء أكد سيباسيان دوصابر أن الأمر عادي وأنه وقع التركيز على المشاهد التي حصلت على الميدان رغم أنه تم احتواء الموقف لاحقا مدافعا عن المدرب وليد ريغراقي بعد الاتهامات التي وجهت إليها وجاء ذلك خلال المؤتمر الصعفية وقال سيباسيان دوصابر عن الواقع أعرف شانسين بيمبا وكذلك مدرب المغرب وهما شخصان محترما ومميزا ويساهمان في تطوير كرة القدم الإفريقية حصلت توطر في فترة ما ولكن تم تجاوزه وتم احتواء الموقف من المؤسف أننا لازلنا نتحدث عن ذلك لأنه في حجورات الملابس لعب والمغرب والكونغو تحدثوا معا وما حصل يمكن أن يحدث في كل المباريات وتم تجاوز الإشكال وأضف المدرب الفرنسي أقولها مجددا أعرف المدرب ليدريغراغي وهو شخص استثنائي من حيث التقدير واحترام قيم كرة القدم وكذلك شانسين بيمبا قائد المنتخب الذي يملك بدوره المبادئ نفسها الكاف تفاجئ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد تأهول المنتخب المغربي لدور التومون في كأس إفريقيا ضمنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحصول على مليار سنتين بعد تأهول الأصود لتوم لنهاء كأس إفريقيا للأمم التي تصدفها الكودفور حتى 11 من فبراير المقبل وقررت الكونفيدرالي إفريقيا لكرة القدم الرفع من قيمة الجوائز المالية لكأس إفريقيا للأمم المقررة بالكودفور حيث يحصل البطل على 7 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار للوصيفة و2.5 مليون دولار للمنهزمين في النصف النهائية و1.5 مليون دولار للمنتخبات التي تغادر المسابقة من ربع نهائية ومليون دولار للمنتخبات التي توضع كأس إفريقيا من تومون نهائية و700 ألف دولار للمنتخبات التي تفشل في تخطي دور المجموعات منحة مالية كبيرة لأصود الأطلس بعد التأهل إلى تومون نهائي كان 2023 ضمن لعب المنتخب المغربي الحصول على مبلغ 30 مليون سنتيم بعد تأهلهم رسميا إلى تومون نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 وخاصصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحة بقيمة 30 مليون سنتيم للاعب المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى تومون نهائي كان 2023 و40 مليون سنتيم لربع نهائي و50 مليون سنتيم لنصف نهائي و70 مليون سنتيم في حال احتلال المركز الثاني و100 مليون سنتيم للتتويج باللقب القاري رقم غير مسبوق لمنتخب موريطانيا في كأس أمم إفريقيا حقق منتخب موريطانيا رقم غير مسبوق له في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتقى منتخب موريطانيا أمام نظره الجزائري في الجولة الثالثة من منافسة المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مساء أمس الثلاثة وكان يكفي المنتخب الجزائري التعادل مع موريطانيا لبلغ دور السستة عشر إذ يحتل المركز الثالث للمجموعة الرابعة بنقطتين متأخرا بنقطتين عن بوركنافاص وأنجولا المتصدرتين بأربع نقاط بينما دخل منتخب موريطانيا الذي كان يتديل المجموعة بدون رسيد المباراة وهو يتمح للفوز من أجل البقاء في سباق التأهل على أمل أن يتوجد ضمن أفضل منتخبة تحتل المركز الثالث وفجأة المنتخب الموريطاني نظره الجزائري بهدف مباغيت في الدقيقة السابعة والثلاثة عن طريق محمد ديلا هيالي لينهي الشوط الأول متقدما في النتيجة بهدف السفر وباتت هذه المرة الأولى التي تقدم خلالها منتخب المرابطون في النتيجة في المباراة على مدار التاريخ مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا وكان المنتخب الموريطاني شارك في النسختين الماضيتين لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 و2021 دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز أو حتى يتقدم في النتيجة واستمرت تلك العقدة في النسخة الحالية بالكوديفور حيث خسرت موريطانيا في الجولة الأولى بهدف للسفر أمام منتخب بوركنافاسو ثم أنجولا بـ 32 في الجولة الثانية ورغم ذلك فإن منتخب موريطانيا سجلت ثلاث أهداف لأول مرة في نسخة واحدة ببطولة كأس أمم إفريقيا حقيقة الصورة التي تجمع وليد راقراجي بمنتخب موريطانيا أطارت صور تجمع مدرب المنتخب المغربي وليد راقراجي بمدرب المنتخب الموريطاني ولاعبه جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض أنها تشير إلى وجود التعاون بين المنتخبين وأن هذا التعاون قد يكون قد لعب دورا في فوز المنتخب الموريطاني على المنتخب الجزائري في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ولكن الحقيقة تبين أن هذه الصورة تعود إلى عام 2023 عندما قام راقراجي بزيارة غير متوقعة للتقام الموريطاني في مدينة صخيرات أدنى استعدادتهم لتصفية كأس أفريقيا ولقائهم أمام السودان وظهر راقراجي في قامة المنتخب الموريطاني في صخيرات وتحديدا في الفندق الذي كانت تقيم فيه بيعتة المنتخب الموريطاني في أجواء أخوية ويأتي انتشار هذه الصور في الوقت الذي حقق فيه المنتخب الموريطاني نتائج جيدة في بطولة كأس أمم إفريقيا حيث حقق انتصارا تاريخيا يوم الثلاثة على المنتخب الجزائري بنتجة هدف السفر مما أهله للتأهل إلى دور السيدة العشر أول رد فعل لحفظ الدراج بعد إقصاء الجزائر على يد موريطانيا في أول رد فعل له على خروج المنتخب الجزائري من نهائية كأس أفريقيا 2023 على يد المنتخب الموريطاني في مفاجأة مدوية وغير منتظرة قال معلق قنوات بإنسبورت حفظ الدراج بالحرف بعد تعادل بطعم الخسارة أمام أنجولا وتعادل أخر بطعم الفوز أمام بوركينا جاءت الخسارة والإقصاء معا أمام منتخب موريطاني محترم وشجاع حقق أول فوز وأول تأهل إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركتها بجدرة واستحقاق وضف حفظ الدراج الكلام السهل عند الخسارة وفي لاحظات الغضب لكن الحكمة تقتضي أن نعترف بنهاية مرحلة وليس نهاية العالم غدا يوم آخر نحتاج فيه إلى وقفة للتقييم والتصحيح وتغيير ما يجب أن يتغير لأن الحياة تستمر وبلدنا يستحق منا مزيدا من الحب والجهد والتضحية مبروك للمنتخب الموريطاني إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم سيباسيان دو صابر يدافع عن وليد ريغراقي الكاف تفاجئ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد تأهل المنتخب المغربي لدور التومون في كأس إفريقيا منحة مالية كبيرة لأصود الأطلس بعد التأهل إلى التومون النهائي كان 2023 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار